أشارت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وصفارات الدول الأعضاء الممثلة في بيروت أشارت إلى أنه بالرومي من إدراك الاتحاد الأوروبي بصعوبة الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا إلا أنها اعتبرت أن هذا الوضع يمكن أن يشكل دافعا للتغيير وأكدت البعثة أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتجنب لبنان الوقوع في حلقة دائمة من الأزمات موظيفة أنه بالرومي من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات يوفر مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلا أن لبنان لم يحقق سوى تقدم محدود وأعتبرت البعثة أن لبنان بحاجة إلى قيادة حاسمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لافتة إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة عاملة بصورة كاملة أساسي لخروج لبنان من أزماته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر